بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة في دقيقة أخي الحبيب لا تنسى ثمرة اليقطين ثمرة رائعة معظمنا يجهل منافعها ومعظمنا لا ينتبه إليها وبخاصة في شهر الصيام شهر رمضان الكريم اليقطين هي شجرة مباركة ذكرت في القرآن وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء وهو اليقطين وبالتالي أكل اليقطين هو سنة نبوية أيضا من فوائد اليقطين أنه مفيد جدا لعلاج الوزن الزائد فيه كمية مهمة من الألياف والمعادن والأملاح والفيتامينات مهمة جدا لسلامة الجسم لذلك أنا أقول دائما أحرص على تناول هذه الأغذية وبخاصة المذكورة في القرآن ومنها اليقطين لأن له فوائد كثيرة جدا وللأسف الدراسات قليلا انتبهوا أحبتي في الله الدراسات حول اليقطين أو ثمرة اليقطين قليلة جدا حتى الآن لم يدرك العلماء فوائده الكثيرة ولكن من فوائده أنه مناسب جدا كغذاء في رمضان مناسب جدا كغذاء حتى للأطفال ولكبار السن أيضا لأنه يحوي نسبة كبيرة من الماء وفيه العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم لا تنسوا تناول اليقطين على الأقل مرة في الأسبوع إن لم نقل مرة في العمر هناك أناس لا يعرف هذه الثمرة أرجو أن نبحث عنها وهناك طرق كثيرة لتناولها موجودة طبعا للإنترنت استفيدوا من خصائص هذه الثمرة المباركة وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته